قصة حب حسين الإمام وصحة الرامي ولا قصص ألف ليلة وليلة وبعد ارتباطهم ببعض عاشوا سوا في حب وأفراح لحد لما رحل بين أحضنها تعالوا وصف لكم تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حسين الإمام وليه يتحبس في الحمام ومقدرش يخرج تابعونا لنهاية الفيديو حسين الإمام اتولد سنة 1951 وهو من عائلة فنية كبيرة والده هو المخرج حسن الإمام وشقيقه هو الموسيقار مودي الإمام اتخرج حسين الإمام من كلية الفنون الجميلة بقسم ديكور سنة 1974 وكان عنده مواهب متنوعة فهو ملحن وموزع وكاتب أغاني وكاتب سيناريو وحوار وممثل قدم حسين مع شقيقه مودي الإمام عدد كبير من الألحان والألبومات الغنائية وكون معه سنائي غنائي وموسيقي ووصلت أعمالهم لخمس ألبومات ولحن موسيقى أفلام مهمة زي كابوريا وستاكوزا ومسرحية بلو وألا بندة وغيرها وشارك حسين الإمام بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال منها فيلم كابوريا وأيس كريم في جليم ومسرحية بلو وفيلم واحد سفر وإحكي يا شهر زاد ومسلسل آدم وجميلة وغيرها كمان قدم حسين عدد من برامج المقالب واللي حبها الجمهور بشدة ومنها برنامج حسين على الهوى وحسين في الاستوديو اتجوز حسين الإمام مرة واحدة في حياته وكانت من الفنانة صحر رامي وكان أول مرة يشوفها فيها كان من خلال إعلان معروض في التلفزيون وما كانتش لسه بقت معروفة وكان والده قاعد فقال له حلوة أول بيت دي أنا عايز أتجوزها وكانت وقتها صحر بتعمل مصرحية اسمتي مع الفنانة الراحل فؤاد المهندس وكان حسين الإمام صديق لأولاد فؤاد المهندس ومرة كانوا بيتكلموا فجات سيرة الإعلام بتاعها فقالوله دي اسمها صحر رامي وبتشتغل مع بابا في المسرح فقرر أنه يروح لها المسرح ودخلوا الكواليس وسلموا عليها وعرفها حسين الإمام بنفسه وبعد كده قدر يوصل لرقم تليفونها وكلمها وقال لها أنا حسين الإمام وعندي فرقة أنا ومودي وهنصور الأغاني بتاعتنا وانت هتظهري في الكليبات وابتدوا يتقابلوا ومن أول يوم قال لها تتجوزيني فهي ضحكت وقالت له أنا معرفكش ومش في دماغي الجواز دلوقتي فضحك ووقتها هي معرفتش هو بيتكلم جد ولا بيهضر وبعد كام مقابلة بينهم نشأت بينهم قصة حب انتهت بالجواز وقالت صحر اتجوزنا ولا عملنا الأغاني ولا حاجة وانا كنت دايما بقوله انت اتحكت علي فيقول لي مش انا قلتلك من الأول اني عايز اتجوزك وأنجب حسين الإمام من صحر رامي ولدين هما يوسف وسالم ودخل يوسف مجال الفن وشارك بالتمثيل في مسلسل لعبة نيوتن في دور عمر وكمان شارك في فيلم بارتي في حرتي وفي سنة 2014 اتعرض حسين الإمام لأزمة صحية مفاجأة في يوم عيد ميلاد صحر رامي لما كانوا عاملين حفلة معزوم فيها كل أصحابهم وأصدقائهم وفجأة حس حسين بشوي التعب وطلع عطه وقال لهم خليكوا على راحتكوا اليوم دا الدنيا كانت حر جدا ولما صحر رامي لحظت انه تأخر قالت يمكن طلع ياخدش لانه ما كانش بيتيق الحر أبدا وبعد شوية قلقت وطلعت علشان تشوفه وخصوصا انه أكرت باب الحمام بتفتح من برة مش من جوه وخافت يتحبس في الحمام ولما طلعت قالت له يا حسين انت محبوس في الحمام فقال لها بصوت تعبان اه افتح يا صحر مش قادر اخد نفسي وفتحت صحر الباب لقيته ماسك قلبه ومش قادر يقف على رجله ووقع عليها في سندته لحد السرير وبص في عينيها ونام في حضنها وبعد خمس دقايق غاب عن الوعي وحاولت صحر تفوقه بس هو ما كانش بيرد عليها وسرخت بأعلى صوتها وكان قلبها مقبود وما كانتش فاهمة هو ماله ولا ايه اللي حصله وبسرعة ساعدها حد من أصحابهم واتصل بالإسعاف ولما وصل الدكتور وشاف نبضه وملامح وشه تغيرت وغطى وشه وقال لهم البقاء لله يا جماعة شدوا حلكم وفضلت صحر تسرخ وتقول مستحيل حسين عايش ما متش ده كان لسه بيكلمني وكان زي الفل والدكتور قال لها الأعمار بيد الله يا مدام صحر فقالت له بصوت حزين يعني حسين راح في خمس دقايق وبعدها خرق تشخيص وفاته نتيجة جلطة مفاجأة في الشريان التاجي والجلطة دي لازم تتلحق بحقنة أدرينالين بتتاخد في القلب في خلال عشر دقايق وده الحل الوحيد للشخص المصاب وفي نفس الوقت الحقنة دي بتسيب أثر كبير بيوصل للشلل أو العمى حسين الإمام ما كانش مجرد زوج لصحر رامي لأنه كان حبيبها وأقرب صديق لها وبالرغم من أنها تقدم لها رجالة كتير للجواز إلا أنها رفضت لأنها بتعتبر أنها لسه زوجته وعلى زمته وقالت في لقاء تلفزيوني لها أنا تجوزت حسين الإمام وهموت وأنا متجوزة حسين الإمام وما فيش واحدة بتتجوز على جوزها وأنا معتبر نفسي لسه متجوزة رحم الله الفنان حسين الإمام وأسكن فسيح جناته